بالتزامن مع مناقشة وإثراء مسودة التعديل الدستورية تشكل مسائل الدفاع والحماية القانونية للصحفيين جوهر نقاش الأسرة الإعلامية من أجل دسترة مواد تكرس حرية التعبير وتضمن المزيد من المكاسب مستقبلا اليوم هي فرصة مناسبة للصحفي حتى يستطيع أن يقول كلمته من أجل الحرية في العمل ومن أجل مكاسب أخرى لا بد أن يحققها قانون الإعلام لا بد من إعادة تفعيله حتى نستطيع أن نقدم حماية للصحفي مخترح آخر تطرقنا إليه وهو قانون الأساسي للصحفي يعني لا يمكن للصحفي أن تكون له شخصيته وله عمله الإعلامي بدون قانون أساسي يحميه المطلوب الآن الاحتكام إلى تعهد رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يقولك أنه التزم أنه يرسي قواعد لحرية الصحافة حرية مطلقة ولكن في إطار الضوابط قانونية تمنع التشهير أو القدف أو حتى المساس بالكرامة المواطنين ومن أجل الوصول إلى إعلام جزائري مهني ومؤثر وجب حسب مهنيين في القطاع العمل ككتلة واحدة لاسترجاع المكان الحقيقي للسلطة الرابعة الآن فيه نقاش حول الدستور وبالتالي الأسرة الإعلامية عليها كلها أن تقدم اختراحات من موسى من أجل دسترة مواد واضحة تكرز حرية التعبير وتعطي كل إمكانيات وتوفر كل الظروف التي من شأنها أن تخلق إعلام وطني سمع بصري مواقع إلكترونية يتخبط منتسب قطاع الإعلام في ظروف مهنية واجتماعية لا تعد ولا تحصى جعل من التعديل الدستوري المقبل فرصة لمراجعة المفاهيم وإدراج مقترحات قد تدفع إلى إرساء قواعد جديدة لحرية الصحفة وبالتالي الخروج من نفق مظلم طال أمده في مهمة البحث عن المتعب